ترجمة نانسي قنقر 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 هذا المشروع نقل البحرين نقلة متميزة ومتطورة فكانت سببا رئيسيا بأن التعليم لم ينقطع عدد الأشخاص الذين زاروا موقع وزارة التربية والتعليم أثناء فاتت الجائحة أكثر من 134 مليون استفادوا من إمكانيات كبيرة فاستطعنا أن نوصل التعلم والتعليم في كل النواحي إلى الأهالي وكذلك مقدمته أيضا بالتعاون مع الأخوان في هذه الوزارة الموقرة من دروس متلفزة وغير 14 قناة لليوتيوب المهم ما بقى طالب بعيدا عن التعليم نعم اليوم صارت هي الفرحة الحضور وكيف كانوا الناس مرتاحين يمكن هذا بعد العام في نقاط سمحيني لازم للتاريخ أسجلها تفضل أولا هذا العام سبقه دعم كبير من سيدي حضر الصاحب الجلالة الملك المفد عندما توجه إلى الميدان التربوي وتفضل عليه بكلمة شحذت الهمم في وقت حر جدا نعم أول أيام الكوروني قالت الناس العالم كله لديه يعني توجس ماذا سنعمل ولكن جلالة الملك نظر إلى التعليم باعتباره مورلا أساسيا للعنصر البشري فوجه كلمة انطلقت منها وزارة التربية بروح الحماس وبروح العطاء فشفتوا كيف تمر كانت خارطة الطريق خارطة الطريق وعلامة مضيئة ستبقى في تاريخ البعري قبل أيام محدودة توجهات جلالة الملك أيضا حفظ الله ورعاه فيما يتعلق بالاهتمام بتطوير التعليم وهذا دائما ننمسه توجهات سيدي صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس الوزراء حفظ الله أيضا وجه فيما يتعلق أولا كان هو يوجه ويتابع أيام فترة الجائحة كنا نمشي على توجهاته فيما يتعلق بفتح المدارس وغيرها وفقا لرؤية التقرير الفريق الوطني الطبي والآن اليوم التعريفي والحقيبة المدرسية كل هذا الموضوع في مجملها تؤكد أن هناك قيادة مهتمة بشعبها وشعب يبادل القيادة المحبة والتقرير نعم إذن تحدثنا عن اليوم التعريفي الذي كان على مدار ثلاثة أيام ما أهمية مثل هذا هذا اللقاء وأيضا ما هي الإجراءات التي أخذتها وزارة التربية والتعليم لضمان بأن يكون هناك عودة دراسية ناجحة بعد ما كما ذكرت سعادة الوزير بعد أن قضى عدم أكثر من سلتين بالنسبة لليوم التعريفي يعني هذا من خلال جولة هذه الثلاثة أيام في أغلب المدارس وكذلك تغرير التي تأتي من المدارس تشير إلى أن هناك ارتياح من الأهالي استمعوا أيضا إلى شرح عن مدارس أبنائهم وأيضا بعض المدارس رغبة في التمييز أيضا وفي العطاء في المراحل الثانوية وضعوا ضمن الصالة طلاب أو طالبات نتائجهم متميزة فكانوا يشرحون حتى للهالي أي التخصصات التي أيضا مطلوبة في المرحلة الثانوية وكان هناك ارتفتاح كبير يعني وبعض الطلبة يأتون ويستمعون للمدرسة خصوصا الذين في أول ابتداء أو الحلقة الأولى بشكل عام فهذا كان نجاح باهر ولله الحمد والدليل أننا استطعنا أن ننجز نسبة كبيرة من أول الأيام يعني أول يوم كان عندنا 86% نسبة التواصل وحضور فهذا مؤشر نجاح لغة الرغم هي التي تتكلم نعم تحدثنا في نهاية اللقاء عن أهم أبرز ملامح التطوير في هذا العام الدراسي الجديد وما هي خطة وزارة التربية والتعليم أولا يعني نأتي إلى موضوع الخدمات التي ستقدمها الوزارة الوزارة تنقل أكثر من 47 ألف طالب من المنزل إلى المدرسة وبعد ذلك إلى منزله بما فيها سيارات خاصة لأبناءنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك عندنا سبعمائة حافلة سوف تنقل 47 ألف طالب وطالبة وهذه نسبة كبيرة وخدمة تقدمها مملكة البحرين لأبناءها الطلبة عندنا نقطة أخرى عندنا خطة إنشائية سوف تستمر لعشر سنوات تشمل مدارس ومباني أكاديمية في مختلف المحافظات وعندنا مدرستين تم عادة مدرسة المنامة تم عادة تأهيلها وكذلك مدرسة جديدة سيتم فتحها أيضا وهي مدرسة الازدهار في هذا العام غير عندنا للتالي 18 مدرسة جديدة و25 مبناء أكاديمي في خطتنا الإنشائية القادمة أيضا للمناهج الدراسية تم توفير أكثر من مليونين دينار تم الكتب أيضا توزع على المدارس الحكومية وهناك خمس مواد أساسية يجب على كل طالب بحريني حتى لو كان في مدارس خاصة أن يجد فيها الخدمة هذه المملكة بحريني تقدمها لأبناها أيضا بالخدمة المجانية أهم شيء المناهج الدراسية الآن عندنا قفزة كبيرة إن شاء الله سنستمر في التطوير بأن هناك تطورات يشهدها العصر اللي يجب أن يكون فيها وكما تعلمين أختي الفاضلة بعد إعادة هيكلة الوزارة انتقلت إلى مرحلة الطفولة المبكرة الحضانات وهي كانت خارج بسؤولية الوزارة هذه الآن سوف تدخل أيضا في الخدمة بصورة متطورة بحيث أن تكون هذه المؤسسات تعمل وفق رأيه وخطة موضوعية كاملة اللي أبا طمنت وطمن أخواني الموجودين على شاشة التلفزيون الآن أو في كل مكان تصلهم أخبار وزارة التربية نحن سنسير في مجال التطوير في مجال تقديم أفضل الخدمات وإحنا هدفنا الأساسي أن تكون الفرحة في كل بيت وهذه توجيهات قيادتنا نعم تمنى لكم التوفيق سعادة الوزير شكرا سعادة دكتور ماجد بن علي أنعمي وزير التربية وتعليم على حضورك وعلى هذه المعلومات الوافية وكل عام وانتم بخير وانت بخير إن شاء الله شكرا